اليوم التيار الصدري يعني عرض موضوع المعارضة ربما يعني سيكون إذا ذهب للمعارضة هذا موضوع مهم جدا يعني أنه تعرف بعض النتائج هذه أنه إذا ما قدرنا نوصل للرقم هذا ممكن نذهب للمعارضة بس بعد شركاء هل سيذهبون للمعارضة أم يبقون معه في يعني يستمرون في العملية السياسية يذهبون إلى تحالفات أخرى أعتقد يعني المرحلة القادمة ستكون تحالفات جديدة وتكون هذه التحالفات يدخل فيها ربما الإطار والتيار بكتلة واحدة لإنهاء حالة الانسداد السياسي وهذا طبعا يعني واقع على جميع أن يعترف بي أنه هذا البيت أو البيت الشيعي أو المكون الشيعي هو جزء يعني يمثل الثقل الأكبر بالبرلمان العراقي اللي ممكن عن خلاله يمر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعد ذلك نعود إلى تشكيل الوزارات والهيئات والرئاسات فاحنا كنا معا أنه ترشيح السيد برهم صالح لكن في هذا العدد اللي عندنا احنا ما رح نقدر نوصل للـ 220 فلماذا أذهب إلى الجلسة وأنا لا أستطيع أن أدعم مرشحي للوصول هناك مرشحين لرئاس الجمهورية شفتهم في مواقع التواصل الاجتماعي نشروا أنه احنا منعنا من الدخول إلى البرلمان وهم وقفوا في باب البرلمان ومنعوا من الدخول إلى البرلمان في حين أكو أربع شخصياتهم ليسوا نواب في البرلمان دخلوا إلى قاعة التصويت ودخلوا إلى البرلمان وكانوا موجودين وموجودين بصورهم كانت تبث يعني عبر الوسائل للإعلام ووصال التواصل الاجتماعي وهم ليسوا نواب في البرلمان لكن أربع شخصيات دخلت إلى البرلمان كمرشحين أو كنواب ما أحد يعرف شنوه هناك أرباق كان في عملية حقيقة دخول البرلمان وكان واضح جدا أنه لو تم دخول هؤلاء الـ 128 أو 128 نائب إلى البرلمان لكان ممكن أن يستحصل أرباق جديد ويقومون بعملية مثل ما حصلت في رئاسة البرلمان ويذهب حق هؤلاء النواب أو حق جمهورهم في التصويت لمرشحهم هذا كان يعني ممكن يصل